شاب تقي بعد عودته من رحلة عمل خارج البلاد قرر الزواج من فتاة على خلق ودين فغضبت ابنة عمه التي كانت تحبه وتعتقد أنه سيتقدم لها خاصة عندما علمت من أسرتها أنه لم يتقدم لها بسبب عدم التزامها وتبرجها وبعد الزواج فكرت ابنة العم في طريقة تتخلص بها من زوجة ابن عمها ثم تقنعه بالزواج منها وظلت تقوم بمحاولات كثيرة عن طريق صديقات لها للوقيعة بين الزوجين ولكن كل المحاولات كانت نتيجتها الفشل بسبب ثقة الزوج في زوجته حتى جاءتها الفرصة بعد عامين عندما علمت ابنة العم أن من عمها يشتاق للأولاد وزوجته لم تنجب فذهبت لزيارة الزوجين بوجه مبتسم وانفردت بالزوجة واخبرتها أن هناك شيخا فاضلا عالج كثيرا من الحالات مثل حالتها ولابد من زيارته ولكن الزوجة تردتت كثيرا في البداية إلا أنها تحت ضغط ابنة العم والرغبة الشديدة في الإنجاب وافقت وفي اليوم التالي استأذنت من الزوج وذهبت إلى الدجال الذي ادعت ابنة عم زوجها بأنه شيخ فاضل وهناك أعطاها عودا من البخور وأخبرها أنه يجب عليها أن تتبخر به داخل الحمام وإلا فإنها لن تنجب أبدا مدى حياتها عادت الزوجة إلى المنزل وبدأت في تنفيذ هذه الوصفة دون أن تخبر زوجها وبعد مرور عدة أسابيع شعرت بتغير عجيم في شخصيتها ضيق في الصدر وتوتر في الأعصاب وغضم دون أي مبرر واضطراب عند سماع صوت الأذان أو القرآن حتى أنها لم تعد تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن في صلاتها ثم بدأت تدخل في شجار دائم مع زوجها لأدفه الأسباب وتحول البيت إلى نار لا تطاق فأرسلها زوجها إلى بيت أهلها حتى تهدأ ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وهي في حزن وهم ثم أخبرت شقيقها عما حدث معها فتذكر شقيقها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأخذ يقرأ السورة عليها وما إن وصل إلى آية الكرسي حتى لاحظت طرابا في جسدها وحركة يديها باستمرار ثم بدأت تطلب منه أن يتوقف عن القراءة وصوتها يتحول إلى صوت غريب لا يعرفه وهنا توقف الأخ وذهب بها إلى شيخ يعالج بالقرآن الكريم واكتشف الشيخ أن الوصفة التي فعلتها الزوجة تجلب لها الجن العاشق والذي حاول تخريب علاقتها مع زوجها لأنه عاشقها ويريد أخذها معه تحت الأرض وبدأت الزوجة رحلة العلاج مع هذا الشيخ حتى تعافت تماما وعادت علاقتها الطبيعية مع زوجها وبعد أيام علمت الزوجة أن الدجال الذي ذهبت إليه مع ابنة عم زوجها قد تم إلقاء القبض عليه بعد أن أصاب ابنة عم الزوجة بسكين لأنها لم تعطه المبلغ الذي اتفق عليه مقابل إيذاء الزوجة البريئة ولم تمر سوى أشهر قليلة وحملت الزوجة بفضل الله الذي أنقذها من مكر الإنس والجن واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون سيدة فاضلة تتق الله وتحفظ الكثير من القرآن اتصلت بإحدى القنوات الفضائية بأحد الشيوخ لتستفتي في أمر وقالت يا شيخ أنا سيدة مسلمة مؤمنة ومطيعة لله ولكن زوجي رجل يشرب الخمر ويأتي إلى المنزل آخر الليل وفي إحدى الليالي دخل علي المنزل ووجدني أقرأ القرآن فجذبه من يدي ورماءه فهل يصلح العيش معه أو أطلب الطلاق سألها الشيخ هل لك منه أولادا؟ وهل لك أسرة؟ ومن يعولك غير زوجك؟ قالت السيدة نعم لدي ثلاثة أولاد ولي أسرة لكنها في قرية بعيدة جدا وأنا في العاصمة ولا أحد يعولني غير زوجي لأن أبنائي ما زالوا صغارا قال الشيخ إذن أثبتي مكانك ولا تطلب الطلاق ولا تتشاجر أو تتدخلي معه في أي صراع واصبري وعليك بالدعاء له بالهداية أثناء سجودك وفي الثلث الأخير من الليل عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قالت الزوجة بحزن كيف يا شيخ أصبر؟ وكيف تفتي بذلك؟ قال الشيخ بهدوء يا سيدتي أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله فما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر واعلمي بأنك لو تركت زوجك ورحلتي فبدلا من واحد يشرب الخمر ويلقي بالقرآن سيكون أربعة لأنه سيأخذ أولاده وسيتربون على طباعه فلا حل في الفرار وترك المنزل اصبري واعلمي أن هذا الصبر جسر لأبنائك سيمرون عليه إلى طريق النجاة والفلاح إن شاء الله اقتنعت السيدة بكلام الشيخ وأخذت تقرأ القرآن وتصوم النهار وتقوم الليل وتدعو لزوجها بالهداية وتطلب من أبنائها الصغار الدعاء لأبيهم أثناء وبعد كل صلاة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وبعد أقل من عام وإذ بنفس الشيخ يتم استضافته بقناة أخرى وتتصل به هذه السيدة وتقول له السلام عليكم يا شيخ أنا السيدة التي اتصلت بك قبل عام وحدثتك عن زوجي الذي يشرب الخمر قال الشيخ أجل والله أتذكرك بشريني مع حالك قالت السيدة وهي تبكي بكاء الفرحة والله يا شيخ إن زوجي الآن هو من يفتح باب المسجد في صلاة الفجر ويؤذر بالناس ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويصلي كل الفرائض والنوافل لقد هداه الله حق الهداية كما أن أبنائي يحفظون القرآن ومن البارين بوالديهم بارك الله فيك قال الشيخ مسرورا لأنك سيدة مؤمنة عندما تقربت إلى الله وعلم الله بنقاء وطهر قلبك استجاب لك لقد جهدت النفس وصبرت ونلت ثواب الأجر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جلست الأم ذات مساء تساعد أبنائها في مراجعة دروسهم وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وفجأة تذكرت أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت وكان لا يترك حجرته لضعف صحته فأسرعت الأم بالطعام لوالد زوجها وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم تركته وعندما عادت الأم إلى أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزاً فسألته ما الذي ترسمه يا حبيبي؟ فأجابها بكل براءة إني أرسم بيت الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج فرحت الأم بإجابة طفلها ثم سألته وأين ستنام؟ أخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم وهذا المطبخ وهذه غرفة الضيوف وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربع منعزلاً خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف فتعجبت الأم وسألته ولماذا هذه الغرفة خارج البيت ومنعزلة عن باقي الغرف؟ أجاب الطفل إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جد الكبير نزل كلام الإبن على أمه كالصاعقة وأخذت تسأل نفسها هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنسوا بكلامهم ومرحهم عندما أعجز عن الحركة من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتاً نادت الأم على الخدم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الطيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأحضرت سرير والد زوجها ونقلت الأثاث المخصصة للطيوف إلى غرفته خارجاً في الفناء وما إن عاد الزوج من عمله حتى فوجئ بما رأى وأعجب به ثم سألها ما الداعي لهذا التغيير؟ أجابته والدموع في عينها أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمراً وعجزنا عن الحركة وليبقى الضيوف في غرفة الفناء ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية وما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ترجمة نانسي قنقر